خليني أقف معاكم مع بطولة اليورو وما تزعلوش قوي لما منتخب مصر بيخسر ولا بيخرج من بطولة ألمانيا بجلالة أدراها وهي على أرضها فسط جمهورها وعندها مين عندها جمال موسيالا وعندها جندوجان وعندها تاني كروس وعندها ليرويساني وعندها نجوم كبيرة جاي وروديجر بطل دوري الأبطال ومانويل ناي يعني كتيبة نجوم على أعلى مستوى وعلى أرضها وسط جمهورها بتخسر احنا هنكون أحسن من ألمانيا والحقيقة كمان على سبيل المثال يعني أنا بشوف طبعا في مفاجئات كتيرة جدا في البطولة دي ويمكن فرع ما تكونش عندها القدرة على التآهل لكن كان عندها القدرة أنها تظهر بمستوى مختلف يعني لما شوف مثلا حقيقة تركيا اللي قدمت مباررة رائعة قدام هولندا ومش بس مطش هولندا لكن على مستوى البطولة كلها الحقيقة أنا بشوف أن تركيا كنت شاف الأول النمسا لكن شاف تركيا بالوصول للمرحلة دي هي الأقدر بأنها تكون حصان أسود لكن تعال نقيس كده خلي بالك أنك بتتكلم على بطولة لكل اتفق أنها تاني أقوى بطولة بعد كس العالم ونتكلم على نهاية موسم يعني الناس دي لعبة كل البطولات الكبيرة لعبة دوري أسباني ودوري إنجليزي ودوري إيطالي ودوري ألماني وفرنساوي ولعبة بطولات أوروبا Champions ويوروبا League وConference League وخلصت الموسم المعركة والمطحنة كبيرة دي وده المستوى اللي بتقدمه لنا في نهاية الموسم ده المستوى بتاع الكورة في أوروبا اللي بيحصل في نهاية موسم منتهي لك أنت تخيل عيش بخيال إسرح بخيالك كده وشوف الناس دي بتاكل إيه وبتشتغل إزاي نفسها وبتتمرن إزاي وبتاخد بالها من حياتها إزاي لا الناس دي في حتة تانية خالص ومش عايزة أأخذك لجوة المقارنة المقارنة هتكون متعبة شوية وضغطة لكن خلينا نشوف مع بعض ماذا أصفرت نتائج مباريات اليورو والكوبة أمريكا اللي شهدت واحدة من أكبر المفاجآت بخروج البرازيل لكن خلينا نبدأ مع حضراتكم بنتائج اليورو إنجلترا وسويسرا سويسرا الحقيقة اللي قدمت منتخب محترم جدا جدا في البطولة تعادلت مع إدرة ناة تتعادل مع إنجلترا جريم الساوت جيت الكبرى طبعا في البطولة أعتقد أنه أي مدير فني تاني جيبته من دولة الإنجليزية يقود منتخب الإنجليزي كان منتخب الإنجليزي ظهر بشكل مغير خلاص لكن إنجلترا تفاقت بركلات الترجيح وتأهلت للدور قبل النهائي لمواجهة هولندا أيضا هولندا في مواجهة تركيا استطعت هولندا أنها تفوز بنتيجة المباراة 2-1 وأخص التركيا من البطولة وأصبح عندنا الدور قبل النهائي اللي مبارياته إن شاء الله هتكون بعد بكرة وبعد بعد يعني يوم الثلاثة ويوم الأربع الثلاثة نهائي مبكر هيكون الساعة عشر بتوقيتنا هنا إن شاء الله في القاهرة هيجمع ما بين مين؟ ما بين إسبانيا وفرنسا ما بين إسبانيا وفرنسا هو لقاء بطعم الدور قبل النهائي ولكنه الحقيقة هو بمثابة نهائي مبكر أيضا بالنسبة لي زي ما كانت بالزبط مباراة إسبانيا وألمانيا الناحية الثانية هيكون عندنا يوم الأربع مواجهة الدور قبل النهائي الثانية ما بين إنجلترا وهولندا هتقام أيضا المباراة دي الساعة عشر بتوقيتنا هنا في القاهرة طيب نروح لكابة أمريكا ونشوف نتائج مباراة الأمس كان عندنا كولومبيا في مواجهة باناما 3-0 أوروغوي في مواجهة البرازيل مباراة انتهت بالتعادل 0-0 وقدرت أوروغوي نتخسي البرازيل في واحدة من المفاجهات لكن أنا كنت من الأول اللي انتبعني قلت لكم نسخة أوروغوي دي أوروغوي واحدة من القوى العظمى في أمريكا الجنوبية وإن غابت لسنين طويلة جدا لكن عادت للزور مرة تانية وقدرت أنها تقسي البرازيل عشان تواجه كولومبيا في الدور قبل النهائي على ناحية تانية كندا مفاجئة البطولة أتت من حيث لا يدري ولا يحتسب أحد يعني الحقيقة يمكن لما تشوف كندا في وسط المنتخبات اللي موجودة بكلمك على منتخبات زي برازيل طبعا زي تشيلي زي المكسيك كلها منتخبات كبيرة جدا كون كندا توصل للمرحلة دي وتواجه الأرجنتين في الدور قبل النهائي فده في حد ذاته إنجاز كبير جدا للكورة الكندية اللي لا عندها دوري ولا عندها محترفين ولا عندها تاريخ ولا عندها ألقاب ولا عندها بطولات ولا حد يعرف عنها أي حاجة غير اسم العيب واحد اسمه ألفونسو ديفيز غير كده محدش يعرف حاجة عن الكورة في كندا ورغم كده في السامي فاينال للكوب أمريكا دور قبل نهائي مباراة هتكون في مواجهة طبعا بطل العالم والمرشح الأول للقب والبطولة منتخب الأرجنتين ترجمة نانسي قنقر